بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمرنا بأكل الحلال من الرزق ونهانا عن أكل الحرام والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل في سنته إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الكما يوشك وأن يركع فيه الحديث أما بعد فإن الموضوع موضوع مهم جدا فلا وهو قوضوع الربا والحديث عنه يحتاج إلى وقت قويل وإلى مقدرة علمية ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله فالربا داء قديم في الأمم حرمه الله على اليهود وعابهم وذمهم في أكله وهم يعلمون أنه حرام قال تعالى في جملة معائب اليهود وأكلهم الربا وقدمه عنه وأكلهم الربا قال تعالى وأكلهم الربا وقدمه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وما زال الربا في الناس فكان أهل الجاهلية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية من العرب خصوصا في الحجاز وغيره كانوا يتعاملون بالربا وكانوا يدينون بالربا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه تحريم الربا في هذه الآيات التي سمعتم وفي غيرها وأعلن صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع بعرفة أن الربا موضوع ودماء الجاهلية موضوعه الله سبحانه وتعالى ذكر الربا في كتابه في مواضع متعددة موضوعه مقارنا بالصدقة وذلك كما سمعتم في هذه الآيات الذين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم قال الذين يأكلون الربا لا يقومون كما إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فإذا تدبرنا القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى ينكر آيات الصدقة والزكاة ثم ينكر بعدها أو قبلها آيات الربا في سورة البقرة بدأ الله آيات الصدقة بقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون إلى قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الآية التي سمعتم تلاوتها ثم ذكر بعد ذلك آيات الربا ابتداء من قوله سبحانه وتعالى الذين يقولون الربا إلى قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وفي سورة آل عمران قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا اتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ثم قال بعدها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ثم ذكر صفات المتقين وبدأها بقوله الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء بعد نهيه عن الربا والكاظمين الغيظ والعاذين عن الناس والله يحب المحسنين إلى آخر الآيات وفي سورة الروم يقول سبحانه وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم مضعفون نفس النمط يذكر الله سبحانه وتعالى النهي عن الربا ويبين ما فيه من المفاسد والآثام ثم يذكر الله سبحانه آيات الصدقات ويبين ما فيه الصدقات والإنفاق في سبيل الله من الخيرات والبركات فما فما الشكمة في ذلك الشكمة والله أعلم أن يقارن المسلم بين المرابي وبين المتصدق وأن يتأمل ما توعد الله به المرابي وما وعد به المتصدق ما توعد الله به المرابي من العقوبة العاجلة والآجلة وما وعد به المتصدق من الثواب والبركة والخيرات وذلك لأن المرابي عكس المتصدق المرابي ظالم المرابي المرابي ظالم والمتصدق محسن المرابي يأخذ أموال الناس بالباطن المتصدق ينفق على الناس المحتاجين فبينهما فرق الآخذ والمعطي الآخذ هذا لا ينفع الناس وإنما يضره يأخذ أمواله ظلما وعدوانا المتصدق يعطيهم ويوسع عليهم المرابي شحيح جشع لا يشبع المتصدق شكور شكور المتسامح تطيب نفسه بماله تطيب نفسه بماله في سبيل الله وفي نفع إخوانه المحتاجين المرابي ينتهج أحوال المعسرين فيضيق عليهم بالمضاعفات الربوية ويخضعون لذلك منطرين إذا حلت عليهم الديون ولم يستطيعوا سدادها زادها عليهم وأخرها وزاد في الأجل فتصبح الديون متراكمة عليهم أضعاف مضاعفة وهم لم يستفيدوا شيئا أما المتصدق فإنه يسامح المعسرين ويوسع عليهم إما بأن يمهلهم بدون أن يزيد عليهم وإما بأن يضع عنهم الديون ويسامحهم ويصفط الديون عنهم ولهذا قال سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون هذا هو المحسن الذي إذا أعسر غريبه ومدينه فإنه لا يضيق عليه بل إما أن يسدق عنه الدين طالبا للأجر من الله سبحانه وتعالى وما عند الله خير وأبقى وإما أن يؤجل الطلب وينظر المعسر حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى ما يسجد به دينة فهو محسن في كل الحالتين الربا ينحق المال ينحق الله الربا ويربي الصدقات فرق بين الربا والصدقة فالربا ينحق المال بمعنى أنه يسجد تلف المال وهلاك المال بالكوارث والإفلاس وضياع المال وإما أن ينحق بركته إذا بقي ولم يتلك فإنه يكون منفوق البركة لا ينتفع منه صاحبه بشيء بل إنه يكون عذابا على صاحبه في الدنيا قبل الآخر يكون عذابا على صاحبه يتعب في إحصائه في حفظه يخاف عليه أن يضيع فهو في قلق دائم ولا ينتفع به ولا يتوسع به لأنه يخشى أن ينقص لا يتصدى لا يزكي لا يحسن بل يضيق حتى على نفسه يصاب والعياذ بالله بالسعار والجشع فلا ينتفع من هذا المال وإنما يسلط عليه المال فيصبح في هم وقلق من وجود هذا المال عنده ماذا يفعل به ويخشى عليه ولا يتوسع منه بشيء حتى على نفسه وعلى أولاده حرمان من الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا إما محقا حقيقيا حسيا بأن يثلف ويهلك وكم أعسر من الأثرياء وكم أفلس من مؤسسات وشركات وكم أفلس من بنوك ضخمة ضاعت أموالها بسرعة وخفاء كما تسمعون وكما تقرؤون عن المؤسسات والبنوك والشركات التي أصيبت بنكسات وإفلاس وأصيبت بكوارث أهلكت الحرف والنسب وإما أن يمحقها الله محقا معنويا تبقى الأموال ولكنها لا بركة فيها ولا نفع فيها وإنما هي أموال مجمدة مكدسة لا ينتفع منها أحد حتى أصحابها تجدهم أفطر الناس قلوبا وأنفسا هذه حكمة الله سبحانه وتعالى ويربي الصدقات الصدقات يربيها بمعنى أنه يزيدها سبحانه وتعالى وينميها بركة وخيرا وبر يربي الصدقات يزيدها أجرا ويزيدها نموا والصدقة والزكاة يحل الله بها البركة في المال المال الذي يتصدق منه المال الذي يزكى يبارك فيه ولهذا سميت الزكاة زكاة لأنها تطهر المال وتنميه لأن الزكاة لها عدة معاني طيبة الزكاة بمعنى الطهارة الزكاة تطهر المال الزكاة بمعنى النمى والزيادة الزكاة تزيد المال قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكينهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده بل تزيده فرق بين الصدقات وبين الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات فقارن أيها المسلم بين المتصدق وبين المرابي لتعرف الفرق قارن أيها المسلم بين الربا وما يؤثره على الأموال وعلى الأشخاص وبين الصدقة وما تؤثره على المال من بركة وخير وعلى المتصدق من بر وأجر وثواب لتعرف شكمة الله سبحانه وتعالى في ذكره لآيات الربا مقارنة بآيات الصدقات الربا أيها المسلمون خبيث مكسب خبيث من أخبث أو هو أخبث المكاسف والمرابي متوعد بوعيد شديد الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسلم وذلك أن الله إذا بعث الناس يوم القيام من قبورهم فإنهم يمشون مسرعين يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يخرجون مسرعين إلا أفلت الربا فإنهم يقومون من قبورهم متضخمة بطونهم يكون بطن المرابي كالقصر أو كالبيت الكبير تضخم فيه الربا يريد أن يمشي مع الناس فلا يستطيع يقوم ويسقط كالمصروع الذي داخله الجن المصروع إذا داخله الجن يقوم ويسقط كذلك المرابي إذا قام من قبره يوم القيامة يقوم ويسقط ولا يستطيع المشي مع الناس لأن الربا تضخم في بطنه فلا يستطيع المشي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني كالذي داخله الجن المجنون تعرفون المجنون وما لا يكون حال المجنون المرابي يكون كالمجنون يوم القيامة فضيحة له وعقوبة له بين الخلائج ثم قال سبحانه وتعالى والله لا يحب كل كفار الأبي سمى المرابي كفارا وسماه أذيما كفارا إما أن المراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة وذلك إذا استحل الربا إذا استحل الربا فهو كافر وإن لم يستحل الربا وأقر بتحريمه ولكنه أكله من باب الشهوة فهو كبيرة من كمائل الثنوب فيكون كفارا أي كفارا للنعمة وهو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة كفر النعمة هذا إذا لم يستحل الربا وإنما غلبته شهوته ونفسه فأكله مع اعترافه لتحريمه فيكون صاحب كبير وفاسق وكافرا الكفر الأصغر كفر النعمة ثم إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن أكل تربا أولئك أصحاب النار كن فيها خالدون هذا وعيد شديد أصحاب النار بمعنى أنهم ملازمون النار فملازمة الصاحب لصاحبه كن فيها خالدون باقون وهذا كما سبب إن كانوا استحلوا الربا فإن خلودهم خلودا مؤبدا خلود الكفار والعياذ بالله أما إذا لم يستحلوه فإن خلودهم هذا ليس مؤبدا لكنه بقاء طويل في النار وعياذ الله بقاء طويل في النار بسبب كبيرة أكل الربا فتوعدهم الله بالنار والخلود والخلود فيها إما مؤبدا وإما غير مؤبد وعلى كل الحالتين فدخول النار والعياذ بالله والبقى فيها نار جهنم والبقى فيها أمر خطير شديد لا يطيقه أحد تسأل الله العافية والسلام ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين أمر من الله سبحانه وتعالى بالتقوى وهي توطي المعاصي والحرام وذروا يعني اتركوا ما بقي من الربا يعني ما بقي لكم في ذمم الناس من الربا لا تطالب الناس بالربا الذي حملتموهم إياه لأنه ليس لكم حرام عليكم فلا تطالب الناس بالربا الذي حملتم الناس إياه اتركوه لأنه حرام عليكم إن كنتم مؤمنين فدل على أن الذي لا يترك الربا ليس مؤمنا فإن كان استحله فهو كافر وإن لم يستحله فإنه مؤمن ناقص الإيمان ليس مؤمنا يعني الإيمان الكامل بل هو ناقص الإيمان ثم قال فإن لم تفعلوا يعني لم تتركوا الربا وأخذتموه بعد ما نهاكم الله عنه فإن لم تفعلوا فأذنوا أي اعلموا بحرب من الله ورسوله اعلموا بحرب من الله ورسوله فالمرابي محارب لله ولرسوله ومن يطيق محاربة الله سبحانه وتعالى الله قادر على أن يسخر جنوده على هذا المرابي ولله جنود السماوات والأرض إذا حارب الله فالله يسخر عليه جنود لا يعلموا تحاربه الأمراض الآفات التي تصيبه وتصيب مال الكوارث الظلمة من البشر الذين يصادرون أمواله ويأخذونها عليه سلط الله عليه الجبابرة يسلط الله عليه الآفات الظاهرة والباطنة سلط الله عليه الفوارث التي لا يطيقها من ذا الذي يستطيع محاربة الله من ذا الذي يقابل جنود الله سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة التي يعلمها والتي لا يعلمها فأذنوا بحرب من الله أيعلموا أنكم محاربون لله والرسول وإن تبتم يعني من الربا فلكم رؤوس أموالكم إذا كان لكم ديون على الناس فيها ربا خذوا رأس المال فقط رأس المال حلال رأس مالك اسحبه من غريمك ومن مدينك أما الزيادة الربوية فاتركها لا تأخذها وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون من قبل الله سبحانه وتعالى لا تظلمون الناس أنتم لا تظلمون الناس لأخذ الربا ولا تظلمون من قبل الله سبحانه وتعالى هذا عدل من الله سبحانه وتعالى فلا تظلمون بمنع رؤوس أموالكم بل خذوها ولا تظلمون الناس بأخذ الربا منهم بغير حق لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون الناس بأخذ أموالهم بالربا ولا تظلمون بمنعكم من رؤوس أموالكم التي هي حلال لكم وملك لكم هذا هو العدل الرباني هذا متى إذا كان المدين موسرا يستطيع السداد فليس لك عليه إلا رأس ماله دون الزيادة الربوية أما إذا كان من القسم الثاني وهو المعسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي أنظروا إلى أن يسر الله عليه فيسدد لكم بعد سنة بعد سنتين بعد عشر سنين إلى أن يسر فنظرة إلى ميسرة وفرجوا الله قريب قد يستطيع أن يسدد لك بعد يومين أو ثلاث يسر الله له ثم يسدد لك فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا وتعفوه من الدين وتسلطوا الدين عنه ما هو خير لكم خير لكم عند الله سبحانه وتعالى الذي أعطاكم هذا المال يعطيكم خيرا منه يعطيكم أموالا حلالا ويعطيكم أجرا وثوابا لا تعلمون مقدارا فوخير لكم إن كنتم تعلمون ثم ختم الآيات بقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون فالمرابي إذا مات وهو يأكل الرباء فإن الله توعده يوم لقاءه والرجوع إليه فيجازيه سبحانه وتعالى بما يستحق فإن سلم في الدنيا من العقوبة فإنه لن يسلم بالآخرة واتقوا يوما عن يوم القيامة ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هذا في القرآن وفي السنة النموية أحاديث كثيرة تنفر من الرباء وتتوعد على الرباء من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الرباء وموكله وشاهديه وكاتبه لعن كل هؤلاء الآكل الذي أخذ الرباء والموكل الذي دفع الرباء ودفع الزيادة الربوية إلى المرابي لأنه رضي بذلك والكاتب والشاهد الذي كتب عقد الرباء والشاهد الذي شهد على الرباء لأنه متعاون معهم على الإكن والعبوان كلهم العنون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل الرباء من أكل الرباء ومن أعانى على أكله ونكتفي بهذا الحديث من السنة النبوية وإن كان هناك أحاديث كثيرة بهذا الموضوع يبقى السؤال عن الرباء ما هو الرباء هذا الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو حتى نتجنبه الرباء في اللغة الزيادة الزيادة تسمى رباء يقال رب الشيء إذا زاد وارتفع ومنه قوله تعالى وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ربت يعني زادت وارتفعت للنبات زادت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ومنه الربوة وهي المكان المرتفع من الأرض وآويناهما إلى ربوة يعني مرتفع ذات قرار ومعين هذا في اللغة الربا في اللغة الزيادة والارتفاع أما الربا في الشرح فهو زيادة مخصوصة ممكن زيادة زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة في أموال مخصوصة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أخذ الربا أو فقد أربا وقال صلى الله عليه وسلم ديع الذهب بالذهب مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض والفضة بالفضة مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذن هذا الحديث وما جاء من دعناه وهو حديث في الصحيحين يبين الأموال التي يدخلها الربا وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية ما يقوم مقام الذهب والفضة من النقود الورقية سواء سميت دولارات أو ربيات أو ريالات أو دراهم يدخلها الربا لأنها تقوم مقام الذهب والفضة في التعامل والبيع والشراء وكونها أثمانا للسلع فيدخل الربا فيها يدخل الربا في النقود إذا بيعت بجنسها فلابد من أمرين التساوي والتقاضب في المجلس وإذا بيعت بغير جنسها من المقود الأخرى فيجوز التفاضل فيها ولكن لا مد من التقاضب في المجلس إذا فالربا نوعان كما يقول أهل العلم النوع الأول ربا التفاضل وهو الزيادة لأن يكون في أحد العوضين زيادة على الآخر كما لو باع صاعا من البر بصاعين من البر صاعا من التمر بصاعين من التمر ريال بريالين أو بريال يصر أو باع صاعا من الشعير بصاعين أو خمسة آصع من الشعير الجنس واحد ما يجوز الزيادة لازم صاع بصاع إلى آخره لابد من التساوي هذا ربا التفاضل وهو الزيادة إذا بيع الشيء بجنسه فلابد من التساوي ولا يجوز التفاضل النوع الثاني ربا النسيئة ربا النسيئة وهو التأجيل والتأخير كان يبيع ريال بريال مؤجل صاع من البر بصاع مؤجل هذا لا يجوز لازم من التفاضل يبيع صاع من البر بخمسة آصع من الشعير هذا جائز التفاضل جائز اختلف الجنس لكن لا يكون مؤجلا لو باع صاع من البر بخمسة آصع من الشعير أو من الثامر مؤجل هذا ربا النسيئة هذا حرام يجوز في التفاضل لاحتلاف الجنس ولكن لا بد من التقابل يدا بيد يعني تقابل المشتري يقبض المبيع والبائع يقبض مستمر في المجلس فإن تفرق وبينهما شيء صار ربا نسيئة هذه الأصناف الستة يقاس عليها كل ما شابهها من الأموال فيلحق فيدخله الربا يقاس عليها كل ما شابهها من الأموال وقلنا الذهب والفضة يقاس علينا الأوراق النقدية هذه لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأوراق النقدية ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت لما بعد فتقاس على الذهب والفضة بجامع النقدية أن هذا نقود وهذا نقود هذا ثمن للأشياء وهذا ثمن للأشياء فيقاس النقود الوراقية على الذهب والفضة والعلة في بقية الأصناف البر والشعير والتمر والملش الأصناف الأربعة العلة فيها أنها مكيلة ومطعومة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يكال أو يوزل وهو من الأطعمة مطعوم فإنه يدخله الرباء في نوعين رباء الفضل ورباء النسيئة فيجب أن يتنفى لهذا الشيء يبقى أن نذكر أنواعاً من الرباء في المعاملات في المعاصرة المعاملات المعاصرة الآن فيه أنواع من الرباء يتعامل لها الناس من ذلك الحلي الذي يصنع من الذهب أو من الفضة حلي النساء الذي يصنع من الذهب أو من الفضة إذا أرادت المرأة وراد الرجل أن يبيع هذا الحلي فإن باعه بغير جنسه من النقود باعه بأوراق نقدية مثلاً بريالات ورقية فهذا جائز أنه يبيعه للنقود الحلي باع بالنقود لا مانع لكن بشر التقابض في المجلس فإذا باع الحلي بنقود من غير جنس الحلي كالنقود الورقية أو باع حلي الذهب بنقود من الفضة اختلف الجنس يجوز ويجوز ويجوز أن يتفاضل يكون الثمن أكثر ولكن لا بد من التقابض في المجلس سلم الحلي تستلم الثمن أما إذا باع الحلي بخلي من جنسه باع الحلي خلي ذهب بخلي ذهب خلي فضة بخلي فضة فلا بد من أمرين التساوي في الوزن والتقابض في المجلس لا بد من أمرين إذا باع الحلي من الذهب بخلي من الذهب باع الحلي من الفضة بخلي من الفضة فلا بد من أمرين التساوي في الوزن والتقابض في المجلس لاتحاب الجنس بين المبيعين فهذا من الأمور التي يقع فيها الصاغة يبيعون يشترون الحلي من النساء أو من القادم ثم يقولون تروح تجين باك يسلم الثمن هذا حرام لا يريد ما يروح ولا يتعدى إلا مسلم له الثمن في المجلس وإلا يكون رباء يكون رباء أو يأخذ من حلي الذهب بحلي ذهب آخر أكثر منه وزنا نظرا لأن هذا عياره قديم وهذا عياره جديد أو هذا صنعته حديثة أو صنعته قديمة ويقول ما يخالف هذا وزنه عشرين غرام أنا أخذهم خمسة عشر غرام ما يجوز هذا لازم نتساوي لأن الجنس اتحك ولازم نتقاب من المعاملات الربوية المعاصرة القرض بالفائدة القرض بالفائدة يجيك واحد محتاج أو يروح للبنك أو للمؤسسة ويقول لنا محتاج مبلغ من المال إما للاستهلاك وإما للاستثمار أنا عندي مشاريع عندي شركة عندي مشروع يحتاجي لكمويل أبيك تطرغني مبلغ من المال وأرج عليك هذا المبلغ بعد سنة أو بعد أشهر بزيادة عشرة بالمئة خمسة بالمئة هذا ربا صريح يجتمع فيه نوع الربا ربا الفضل وربا النسيئة يجتمع فيه الربا بلوعيه ربا الفضل وربا النسيئة دراهم بدراهم أكثر منها مؤجلة والعيادون دراهم بدراهم أكثر منها مؤجلة دراهم حالة لدراهم أكثر منها مؤجلة الربا بلوعيه موجود فيها ربا الفضل وربا النسيئة وقد قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا لاحظوا هذا والحديث وإن كان فيه مقال لأهل العلم محف سنده لكن أجمع العلماء على معناه أجمع العلماء على هذا المعنى أن كل قرض جر نفعا فهو ربا لماذا؟ لأن القرض من عقود الإرفاق التي يقصد بها دفع حاجة المحتاجين والإحسان إليهم ليس القصد من القرض الاستثمار القرض ليس من عقود الاستثمار وإلا ما هو من عقود الإرفاق يعني الإحسان للمحتاج تعطيه دراهم يقضيب حاجته وبعدين يرد عليك مثل هذا هذا المشروع أما إذا طلبت زيادة هذا ربا عطيك مئة ريال بمئة خمسين أو بمئة عشرة هذا ربا ربا صريح سواء كان المقترب أخذه أخذه لاستهلاكه أو أخذه لاستثماره بمشروع يستذمره هذا هو الربا الصريح القرض بالفائدة بل إن كل نفع يجره القرض ولو لم يكن من النقود فهو ربا لو دال أقرضني مئة ريال وسكنت في بيتي مدة سنة مجال مقابلها القرض أو أعطيك السيارة تركبها وتحمل عليها مدة شهر بس أقرضني مبلغ عشرة آلاف ريال من فضل وأعطيك هالسيارة تصغف فيها اركضها حمل عليها انتفع بها لما أني سجدك القرض يقول هذا ربا الانتفاع في مقابل القرض هذا ربا أوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا هو ربا سواء سكن دار سواء هدية قد يملك هدية سواء أعطاك سيارة تركبها أو تحمل عليها تنتفع لا يجوز هذا ربا كل قرض جرى نفعا فهو ربا لأن القرض المقصود منه الإحسان إلى المحتاج بدون أنه يوخد منه مقابل إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى فهذا من أنواع من أنواع المعاملات الربويها الصريحة المعاصرة وهي القروض بالفائدة من أنواع الرباء في المعاملات المعاصرة الإيداع بالفائدة الإيداع بالفائدة سير عندك دراهم تروح للبنك تقول ودعها عندكم وأنتم تستثمرونها وتدفعون إلي مبلغا من المال كل شهر أو كل سنة في مقابل استثماركم لدراهم هذا ربا الإيداع بالفائدة ربا لا يجوز لأنك تدفع لهم دراهم على أنهم يستثمرونها لهم ويعطونك مبلغا محددا محددا مقطوعا مئة ريال ألف ريال مئة ألف ريال هذا ربا الفوائد الربوية فوائد الجنوط على هذا على هذا الشكل ربا أما لو دفعت لهم المال وقلت لهم استثمروه أولي ربع الربح أو عشر الربح يقل ولا يكسر لالربع لالعشر وتكون المعاملة مباحة يبيعون يشرون في السلع في المنتجات وما أسم الله من الربح يكون بينكما العامل له مصير والصاحب رأس المال له نصيب مشاع غير محد مشاع بالربع بالنصف بالعشر بالخمص يقل أو يكسر فهذا يسمى بعقد المرابطة يسمى هذا القضاعة عند العوامل يسمونه القضاعة وفي العرف الشرع هذا يسمى مضاربة 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 شرعية تدفع مالك إلى شخص أو إلى مؤسسة أو إلى شركة تبيع تشتري فيه بالأمور المباحة والمعاملات المباحة وما حصل من العبش يكون بينكما على ما تشتريطان الربع الخمس العشر هذا لبس به أما إذا حددت وقلت لا أنا أبي على السنة 100 ريال أو على السنة 1000 ريال أو 100000 ريال حددت الذي يرجع إليك يكون هذا لبا لأن المال قد يخسر وقد يربح وقد لا يخسر ولا يربح فهم مضمون فإذا حددت شيء صار شيء مضمون وهذا غلط لبا فهذه أنواع من أنواع الرباء من المعاملات الربوية إذا احتاج الإنسان إلى سيارة أو احتاج إلى بيت يسكنه ثم اشتراه من الباية وقال أنا ما عندي فيمن أدفعه يقول له واحد من الناس أو البنك أو المؤسسة أنا أدفع عنك الثمن أنا أدفع عنك الثمن ولكن ترده لي بعدين مع زيادة يقول هذا رباء هذا قرض لنسميه قرض أنت أقرضت الثمن هذا البيت أو هذه السيارة ودفعت لصاحب السلعة ثم بعدين تاخذ هذا المقلب من المشتري الذي عاجز عن التسليف تاخذه بما بعد مع زيادة هذا قرض بالفائدة وهو رباء أما لو كان عندك بيوت عندك سيارات وبعت على المحتاج بهمن المؤجل أزيد من الثمن الحاضر من أجل الأجل فلا باس بذلك البيع بالأجل مع زيادة لا باس به ولا يدخل في الرباء كما يتوهم بعض بعض الناس ليس هذا من الرباء البيوع المؤجلة بزيادة إذا كانت السلع عند أصحابها وابت العقد باعوا شيئا يملكونه بثمن مؤجل أزيد من الثمن الحال لا بأس بذلك ولا تقوم مصالح الناس إلا بهذه وليس لهذا علاقة بالرباء أبدا فلنتنبه لهذا الأمر هذه نماذج من المعاملات الربوية الصريحة وهناك أنواع كثيرة لا يسعون الآن أو لا يتسع لمتابعتها وذكرها كلها ولكن هذا من باب التمثيل وأيضا هذه أشياء واقعة في الناس لا ضد من التنبه لها كذلك كما أن الله حرم الرباء حرم التحيل لأخذ الرباء تحيل ما هو التحيل تحيل مثلا هو يعلم إنه لو أعطاه مبلغ من الدراهم حالة ثم يستجدها بما بعد منه بزيادة يعلم من هذا الرباء يعلم من هذا الرباء وأيضا ربما إن الطرف الثاني ما يطير يبين هذا السلع ماذا يعمل يقول تعال أبيع عليك سلعة أبيع عليك سلعة إما سيارة وإما بيت وإما شيء أبيعه عليك مؤجلا بعشرة آلاف ثم أشتيه منك سالا بسبعة آلاف الذي دين البيت أو دين السيارة يستريها منه حالة بثمن أقل مما باعها به عليه هذه تسمى مسألة العينة مسألة العينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يستريه منه بثمن حال أقل من المؤجل فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم حالها أقل لنا وجعل السلعة حيلة في صورة البيع وهو ربا هذا من صور الربا التي يقع فيها بعض الناس وهي مسألة بيع العينة ثم يتعينه لأن الدائن غجع عليه عين ماله أو ثم يتعينه لأن الدائن يقصد من هذا البيع العين وهي الذهب أو الفضل لكن لو أن المحتاج اشترى السلعة بهمن مؤجل ثم باعها على غيره ما باعها على فضائل وإنما باعها على غيره باعها في الصور وأخذ ثمنها وانتفع به فهذه تسمى مسألة التورق أو الدين أو الغائدة هذه فيها خلافين من أهل العلم الجمهور على أنها جائزة لأنها لم ترجع إلى الدائن وإنما بيعت على غيره على واحد خارج من العقل بيعت في السوق فهذه تسمى مسألة الغائدة أو مسألة التورق أو الدين أو الوعدة كما يسمون هذه فيها خلاف والصحيح إن شاء الله أنها لا بأس بها لأنها ليس فيها خلاف لأن الذي اشتراها من المدين الذي اشتراها من المدين طرف لا علاقة له بالعقل الأول طرف خارج عن العقل الأول إلا إذا تواطئوا إذا تواطئوا واتفقوا على هذا الأطراف الثلاثة يتفقوا على هذا هذا لا يحلها حرام لكن إذا حصل هذا من غير مواطئة عرضها في السوق وجاء واحد ما درى وشراها ما ثمانع عند الجمهور والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سؤال يقول ما فيكم البيع الذي يحصل مع الباعة عند الهاتف حيث يبيع تسعين ريالا من المعدن بمئة ريال من الورق وصفقكم الله هذه المسألة لا شتى أنه بيع نقد بنقد ريال سعودي بريال سعودي ولكن ريال معدن بريال ورق المسمى واحد بريال سعودي بريال سعودي ولكن هذا معدن وهذا ورق الصحيح لهذا والذي صدرت به فتوى من لجنة الدائمة أن هذا حرام اتحاد الجنس لأنه ريال سعودي بريال سعودي الجنس واحد لا يجد التفاضل بينهما وبعض المشايق سمعنا أن نهفى بالجواز ولكن هذا فيه نظر الجواز فيه نظر لأن الجنس واحد ريال سعودي بريال سعودي اختلاف المادة هذا معدن هذا ورق هذا ما يؤشر ما دام المسمى واحد والدولة التي أصدرت النقدين دولة واحدة وجنس واحد يدخله الرباء فيكون لابد من التساوي ريال بريال وإلا ما يجود الزيال نعم ويقول نحن مجموعة ندبع كل شهر الألف ريال ويأخذها واحد منا وبعد قل نحن مجموعة ندبع كل شهر الألف ريال وبعد سنة يمر هذا المبلغ على جميع المساهمين قال لهذا شيء أفقكم الله وهذا أيضا من جنس المسألة التي قبلها عرضت وحصل فيها إشكال وانقسم المخشون فيها إلى قسمها قسم أجاجها قسم منعها وأنا من الذين يمنعون هذا الشيء وأعتبر هذا من الزبا لأنه أرض جرى نفعا لأنك ما أطرد ذملائك إلا بشرط أن يقرد فهو قرض جرى نفعا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا أقرضتهم من أجل أن يقربوك إذا جاءت الدور فأخذ بينكم شرط على هذا أو لا بينكم شرط واتفاق من كل من جاء الدور يأخذ وما أقرضهم إرهاقا فقط وإنما أقرضهم طمعا في أن يأتيه الدور ثم يأخذ هذا القرض فهو قرض جرى نفعا فقط فهذا يجوز للضرورة إذا ما كان هناك مكان آمن فضع فيه مقودك إلا البنج تخشى عليها السرقة والضياء فيجوز الإيداع الذي لا يعود عليك باستثمار وإنما يعود عليك بتفضي المقود فقط يجوز للضرورة ولو وجدت مكان غير البنج ما يجوز يتودع لذلك وإذا لم تجد يكون هذا من الضرورة هذا النوع الأول الإيداع للشهر يجوز عند الضرورة أما الإيداع للاستثمار وأخذ الزيادة الجبوية ما هذا حرار الإيداع بالفائدة هذا الذي تكلمنا عنه قريبا نعم أنا يقول أنا شخص أتقاضى راتبي عن طريق الشيكات أنا شخص أتقاضى راتبي عن طريق الشيكات ويكون هناك الزيادة في الهلل مثل عشر هلالات وعشر هلالات وعندما أصدق الشيك من أبنك لا يعطيني هذه الهللات فهل علي شيء في عدم أقلي لهذا الهلل لا لا شيء عليك إذا سمحت بها إذا سمحت بها وترفت ولا عليك شيء هي لك إن شئت تأخذها فلا وإن سمحت بها ولا حرج لا يقول فرينة الشيخ حولني شخص على تاجر بشوت بخمسة بشوت فقال لي التاجر هل ترغب أن أعطيك مقامل هذه البشوت عشرة آلاف أما الفكر في ذلك إذا استلمت البشوت إذا استلمت البشوت قضرتها يجوز أن تبيعها على التاجر ولا على غير إذا استلمتها وقضرتها أما أنك تبيعها قبل أن تقضى أما يجوز نعم إذا كان يكون التاجر الذي تبيعها عليك ماذا ينشي إياها ماذا ينشي إياها نعم وإلا ما هو محول عليه فقط نعم وهذا يقول والدي يتعامل بالربا فهل يجوز أن أكل معه وأجرب معه إذا كان لك ظنى إذا كان لك ظنى عن والدك الذي يأكل الربا أو تستطيع توقع أو تكتسب وتكافي نفسك فلا يجوز لك أن تبقى عند والدك الذي يأكل ولا تأكل بالطعام أما إذا كان مال في استطاعة ولا تقدر ولا عندك كسب يجوز أن تبقى بقدر الضرورة ثم تعمل الوسائل التي تستغني بها عن والد أو عن غيره نعم قال يقول اشتريت من شخص عشرة آلاف دولار خمسة وعشرين ألف ريال سعود وعندما علمت أن الدولار اتفع سعره بعته بخمسة وثماثين ألف ريال سعود لكن بشرط التقاضل في العقل الأول حينما اشتريتها وفي العقل الثاني حينما بعتها لابد من التقاضل أما التقاضل بينها فلا باس لأنه مختلف من الجنس هذا ريال سعودي ودى دولار أمريكي الجنس مختلف يجوز التقاضل بينها نعم يقول قدمت في المناه وأخبرت أو أمرت شخصا رابع في المعاملة حتى أنهاها مقابل ألفين يال مع العلم أني لا أعرف هذا الشخص اللي يعمل في هذه الدائرة أم لا يعمل فهل هذا من ذلك الرسور وأنا أيضا لا أعلمه ولا أعرفه ولكن إن كان هذا الشخص من الموظفين في الدائرة هذا الرسور هذا يجل تدفعه السيد أما إن كان الشخص ما هم من الموظفين في الدائرة وإنما هو رجل عادي يشتغل لك والغير يعقب على المعاملات يعقب على المعاملات لا تم مكتب للتعقيد أو هو معروف للتعقيد ويأخذ على المعاملات التي يعقب عليها لا يمانع نعم يقول اشتريت سيارة من أجل الشرشات ولكن لم أرها وأعطاني أوراق وذهبت بها إلى المعارض وضعتها بموجب هذه الأوراق وبلغ قيمتها علي خوالي خمسين ألف وبيعتها بخمسة وثلاثين ألف خارج الشركة فهل هذا نوع من الرناء هذا بيع باطل تبيع سيارة وإنما قبرتها ولا رأيتها هذا لا يجوز حتى تقبضها إذا قبرت السيارة واستلمتها يجوزاً تبيعها أما قبل أن تقبضها وإنما هو بالورقة هذا بيع قبل القبض وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار إلى لحاله هذا هو القبض الصحيح كما تأخذ السيارة ويطلعها من معرض البايع إلى بيتك أو إلى مكان آخر غير مكان البايع ثم تبيعها على من تريد ما يسمى بالفيازة أما أنك تبيع الشيء وما رأيته ولا قبلته هذا لا يجوز نعم يقول هل التأمين عن النفس وعن السيارة والتجارة من الأموال المحرمة تأمين أكل للمال بالباطل على السيارة على النفس على الأملاك على البيت هذا من أكل الأموال بالباطل ألا يجب نعم يقول إذا أعطيت مالاً لشخص وضمن لي رأس المال وتكون الزائدة ربع المكسب وثلاثة أربع لها فما الفكر إذا أعطيت مالاً لشخص لي يتاجر به وضمن لي رأس المال وتكون الزائدة ربع المكسب وَذَمَرِكُ الْأَرْضَاعِ مَا هُمَنْ فَكُمْ الشكم هذا لا يجيز غمان رأس المال غمان رأس المال لا يجيز هو يبيعه يشري به إن سلم فالحمد لله وإن تلف فلا عليه شيء لا يضمن رأس المال يلغى هذا الشرط إذا ألغى هذا الشرط صارت المعاملة صحيحة يبيعه يشري به إن سلم كسب وربح الحمد لله وإن تلف آه عليك شكوين الله نعم أنا أتعامل ببطاقة فيزة بحيث نشتري بالبطاقة ثم نسجد لأقصاد شهرية فهل هذا من الربع وإن كان من الربع فكيف الخلاص من ذلك وماذا نفعل بالأموال التي دفعناها مقابل التأخير فانسألت جبن تدفع الأموال بعد ما دفعت الأموال وخدت البطاقة وعملت بها فانتورف نفسك ها الفيزة لا تهجز بهذا الشرط راب إنك تعطي البنك مبلغ ثم هو يسدد عنك أثمان المشتريات ثم يسترجع منك المبلغ بزيادة أو يكتفي بالمال اللي عطيته بالأول اللي هو ما لزيادة هذا لا يجد يعني أقرب هو أقرب تسدد عنك تسديده عنك وعتبره قرغا فلا يجد أن يأخذ زيادة لا مقدمة ولا متأخرها والفيزة صدر فيها فتاوى من اللجنة الدائمة تحرينها لو راجعت دار الإفتة وأخذت صورة من الفتوى سلمت من هذه المعاملة نعم يقول ماذا يفعل من أعطي زيادة على ماله في البيت وقد تكون البنوك خارج هذه البلاد ويجبر على أخذ الفائدة هل أخذ دورة مياه ربكم الله وغيرها أخذ فائدة الإجبارها بصحير ما يجبر على أخذ فائدة ولا يجوز ليأخذ فائدة ما يجوز ليأخذ فائدة لليتركها لأنها ربك يا أيها الذين آمنوا استقلوا الله ودعوا ما بقي يميزهم عدوا استاخر الفوائد المدوية اتركها في في مكانها الذي المكان القذر الذي مشأت فيه تركها هنا خذر أسمانك إن تبتم بلكم ووسوى أموالك لا تظلمون ولا تظلمون نعم وهذا سؤال في الصناة يقول شخصا إذا دخل المسجد في صناة الظهر مثلا صلى أربع ركعات في صناة الظهر يقول إذا دخل المسجد في صناة الظهر يصلي أربع ركعات قبل صناة الظهر وصناة المغرب يصلي ثلاث ركعات وصناة العساء ثلاث ركعات وهكذا لا غلط النافلة ما تكون ثلاث ركعات إلا في الوتر النافلة ما تكون ثلاث ركعات إلا في الوتر يصلي قبل المغرب ما شاء ركعتين ركعتين ويصلي قبل الظهر الذي ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم من راكبة ركعتين أو أربع ركعات بسلامين أربع ركعات بسلامين أبنان يصلي ثلاث ركعات فقط هذا ما يدين إلا في الوتر نعم هذا يقول أنا من دينة سأخذ علينا الضرائب وفي غير محلها فهل يجوز أن نعطيهم العوائد الربوية نعمل بربا تعاملوا هصلا تعامل بربا على جانس سد بالضرائب ها يجوز هراما إذا أجبروك على دفع الضرائب ادفعها شكوى إلى الله ولكن عليهم اتخلص لصك من العقومة أتنبطب إلى دفع الضرائب أما أنك تعامل بربا تقول على شانس سد يعني نجاسة تغسل بنجاسة ما يدين نعم يقول يدر شخصا أقام مشروعا تجاريا ناجحا يقول شخصا أقام مشروعا تجاريا ناجحا وقد طلب مني المساركة في المشروح ولكن رأى شمال المسروع عن طريق الرجاء هل أشاركه أدام تعالى من راس مالهم من الربا لا تشارك لا تشارك فيه تدخل في مرحاض النجاسة أنت تعرف هذا لوه نفسك وفيابك ما يجيز يرزك الله غير غير التعامل مع هذه المساركة إلا كنت تعلم إن أموالها وراث مالها من الربا ومن الحرام نعم وهذا يقول لي أخم يعمل في أحد البنيك وعمل وفقته أخذ الأموال من الناس وإيداعها في الصندوق أو صرق الأموال من الصندوق مع تسبيب ووثير المرض والكهرباء والهاتف وقد نفحته بترك هذا العمل لكنه يقول أنا لا أتعامل للبا ولا أأكل للبا فما حكم عمله حكم عمله لا يجيز لأنه متعاون مع البنك متعاون مع البنك حتى يقولون البوابة ليحرش الألباب يكون متعاون مع البنك والفراش سواق السيارة للبنك كلهم متعاون الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل للبا ومكلاه وشاهدين وكاتبين لماذا لعن الشاهد وكاتبين عنه ما قد ربا لأنه متعاون متعاون مع الظالم فالذي يخدم البنك في أي نوعين الخدمة الوظيفية أو غيرها يعتبر متعاونا على الإثم والعجوان الوظائف ولله الحمد كثيرة لغير الضيوث الأعمال كثيرة البيع والشراء طلب النز كثير تطلب الرزق في غير هذا المجال نعم يقول أنا أعمل عند تاجب ولكن هذا التاجب يعطيني للشهر أنزليا وفي بعض الأحيان يماطنه ولا يعطيني الراكب كاملا فهل يجوز أن آخر من عمل بدون أن لا أشعره تطلب حقك منه تطلب حقك منه وإذا أبى اشتكه على السلطة عندك المحجمة الشرعية عندك الحقوق المدنية الأمارة كلها إن شاء الله ستنصفك منه أما أنك تاخذ من المال بدون علمه هذا لا يجوز إلا عند العجل إذا لم يكن هناك سلطة تنفذ وتأخذ حقك منه السلطة موجودة ولله الحب تشتكيه ويحضر في المحكمة وتأخذ مال يكمل بالوفا والتمام فلا يجوز من التلجى إلى الخيانة وأخذ المال بيجدون علمه نعم أنا مفتر للزواج ولم أجد وليقربني إلا عن طريق الربع فهذا من دام الضرورة هذا ما هو صحيح ما هو صحيح والزواج الذي يحملك على مدى لا تزوج لأنه بير مستقيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع جنكم الباء في يقزون ومن لم يستطع فعليه بالصرط فإنه له وجد ما قال من لم يستطع يا أخي الرباء لا عليه بالصرط الله جل وعلا يقول وأنكف الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إلى قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون مكاحا حتى يغنيه بالله من فضله إذا أخذك بالتيسير والإعانة وإن شاء الله الله طريب ومجيد وانتظر الفرج من الله عز وجل أما تأخذ مال الحرام تحت تزوج به لليه يجد لا ما فيكم العمل هالمؤسسات الجرائية ولو في خارج هذه المؤسسة أن أكون لرجال الأمن على البنك أو غيره من رجال الأمن ما صار راتبك على البنك صار على الحكومة هوا راتبك من البنك إنه نقول ما تأخذ ما تعامل ما توظف في البنك تأخذ راتبك من البنك هذا الحرام أما عندما تكون جندي للحكومة وتأخذ راتبك من الحكومة هذا لا يدخل في الموضوع نعم وهذا يقول ما فيكم شراء أرض البنك العقاري البنك العقاري راهل إلى البيت أو العمارة فإذا أدن الراهل إذا أدن المرتهل ببيع الراهل جاهز إذا أدن المرتهل وهو البنك ببيع البيت أو العمارة وشريتها بعد عيد المرتهل وأنت تسجد للبنك الأقصاد الباطية على حسب النظام لأن هذا له نظام عند الصندوق العقاري فروح لمهم وتمشي على النظام والأباس بلال إن شاء الله تمشي نعم هذا يقول ما فيكم التعامل نعمل يأخذ البلال ما فيكم التعامل نعمل يأخذ البلال إذا كان كل ما لهذا يجد التعامل معه أما إذا كان ماله اختلط من الربا ومن غيره من الحلال يعني ماله في حلال في حرام يجد التعامل معه من بيع والشراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يقولون الربا بنفس القرآن ولكن ليس كل أموالهم من الربا فيها حلال فيها حرام أما إذا علم من كل ما لهذا السخص حرام ومن الربا ألا يجد التعامل معه نعم هذا يقول أنه يجب عليها ذلك لأن هذا من أحكام العدة من أحكام عدة الوفاة أن تبقى في البيت إذا استطعت أما إذا لم تستطع أو سقع عليها إنه يجوز أن تتحول إلى بيت آخر نعم هذا يقول وهو آخر سؤال أنا شاب تزودته رمضان تاريخ 25 عام 413 ولقد فطرت الخمس الباقي من رمضان وهو الجماع مع زوجت إلى أن قام يقول أنا شاب تزودته رمضان في العام الماضي 25 29 1411 ولقد جمعت زوجتي من خمسة الأيام الباقية من سهل ومراء ثم قال باقية ثم يقول حملت زوجتي ووضعت في آخر شعبان وفي اليوم السابع للرمضان عام 1414 توفاها الله السؤال هل على زوجتي كفارة وما هي وأنا كفارة فكت عن الجميع وما هي كفارة من جامع في نهار رمضان من جامع في نهار رمضان ونصائل عليه الكفارة عليه التوبة إلى الله عزيزي وعليه أضاء اليوم الذي جامع فيه وعليه وعليه كفارة المغلوة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعام ستين مسكين والزوجة عليها مثل ذلك إذا كانت غير مكهة إذا كانت موافقة وغير ممانعة فعليها الكفارة مثل ما على الزوج لأنها قد رضيت بذلك وهي تعلم أنها صائمة فعليها الكفارة والكفارة عن كل يوم عن كل يوم كفارة مستقلة بعدد الأيام كل يوم عنه كفارة مستقلة عليك وعليها خمسة أيام يعني خمس كفارات عليك وخمس كفارات عليها وإذا ماتت سدد الكفارات من تركتها سدد الكفارات من تركتها وهذا من الغلط الكبير إن المسلم يرتكب هذا المحرم في شهر رمضان ويورط جوجته ويطع في هذه الأمور العظيمة الله جل وعلا أباح الليل كله أباح الليل كله وخل لكم ليلة الصيام أن رفضوا إلى ميشاركم كنا لباشر لكم وأنتم لباشر لهم علم الله أنكم كنتم تفتانون عنفسكم فتاب عليكم وعفعا فالآن باشرهن وابتعوا ما كتب الله لكم وكنوا واشرموا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من زجل ثم يتم الصيام إلى الليل أباح الله الجماعة من غروب الشمس إلى طلوع البد ويكفيك هلا فرح تأكد على المنهار لا حول ولا الحاصل عليه كفارات بعدد الأيام التي جامعت فيها وعلى زوجت كفارات بعدد الأيام التي جمعت فيها نعم جمعها ما جاء في السؤال السؤال جمعها كل يوم ستين مسكين كل يوم عام ستين مسكين هل يطعمهم في ساعة واحدة أو في يوم واحدة المهم ستين مسكين عام كل يوم جامعة فيه لو جمعها دفعها واحدة وعطاها للمساكين ستين مسكين جمعهم ودفعها مكفارات لهم جميع هل يطعم ما نقول ستين مسكين عن اليوم الأول هل يطعم ستين مسكين آخرين عن اليوم لا نعم ستين مسكين يطعم التفارات كل الصيام عن كل يوم صيام شهرين المتساكين المتساكين نعم يجمع الهللاء أنا هذا الذي أعلم السلام الله أين محمد أنا من أغرائب عنه أنا أعلم ولكن أعرف والعيد بس نعم من أغرائب من أغرائب من أغرائب من أغرائب